تؤكد مصر دوما حرصها على وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه واستقرار شعبه وأهمية التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للنزاع في أسرع وقت وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنذ بدء الأزمة على نزع فتيل الأزمة حيث يقوم بطالته مع كافة الأطراف السودانية والأفريقية والعربية والدولية لمعالجة الوضع منذ اندلاع الأزمة السودانية سخرت مصر كافة مؤسستها المعنية لاحتواء الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني ويأتي ذلك في إطار السياسة الخارجية المصرية وثوابتها المتمثلة في استقرار ووحدة السودان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وسلامة شعبه الشقيق وتقديم كل المساعدات الممكنة له الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنذ بدء الأزمة حرص على نزع فتيل الأزمة حيث يقوم باتصالاته مع كافة الأطراف السودانية والأفريقية والعربية والدولية وكذلك تحركات وزارتي الخارجية والهجرة بالتنصيق مع المؤسسات الأخرى لمعالجة الأزمة وتبعاتها على الجالية المصرية في السودان مصر أكدت كذلك حرصها على وحدة السودان وأمنه وسلامة أراضيه والسقرار شعبه وأهمية التوصل إلى تسوية دائمة وشاملة للنزاع في أسرع وقت وبتوجيهات من الرئيس السيسي أقامت القوات المسلحة جسرا جويا بطائرة حربية لإجلاء المواطنين المصريين وحمايتهم وكذلك تقديم مواد غذائية لكافة الرعاية ومنذ الوهلة الأولى للأزمة بذلت الدولة جهودها في إجلاء المصريين منذ اندلاع الصدام العسكري عبر معبراي قستل وأرقين والموقف البرية الدولي بكركر بالإضافة لاستقبال عشرات الآلاف من الأشقاء السودانيين الوافدين وتقديم الخدمات المتنوعة لهم وحظيت دور المصري في احتواء الأزمة السودانية بإشادات دولية بالغة حيث قدم وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين الشكر لمصر على استقبالها المواطنين السودانيين الوافدين عبر الحدود كما قدمت سفارات بلدان أخرى رسميا الشكر لمصر على مساهمتها في إعادة مواطنيها من السودان بينما وجهت الأمم المتحدة الشكر لمصر لما تتيحه من تسهيلات للنازحين